تعتقد أو تقيم أو تتفق مع من يقيم أن الإطار التنسيقي نجح ببراعة ودهاء كبير في إقصاء خصومة واستفرد بالساحة السياسية الآن وقد يكون في المستقبل القريب نجح في إقصاء السيد الصدر ونجح في إقصاء السيد الحلبوسي وكأنه يريد أن يقول الويل لكل من عاداني هكذا يفكر كثيرون لا أريد أن أستخدم هذه المصطلحات إقصاء لأن مثل ما نعرف السيد الصدر فعلا مارس حق الدستوري في الاستقالة أو عدم المشاركة مع الإطار في الحكم وبل سحب أعضاء من البرلمان احتجاجا على الإدارة السياسية أو نمط الإدارة السياسية لأنه كان يرغب بأن تدار العملية السياسية وفق نظام الأغلبية واللي لم يستطع أن يحقق نتيجة قصور العدد اللي تم تحالف معه عن المسار الدستوري أو العدد الدستوري اللي تطلب عملية تشكيل النظام السياسي ولذلك استثمر الإطار هذه القضية الدستورية وحاول أن يضغط باتجاه أن لا يتمكن التحالف الذي شكل السيد الصدر ومعه بتشكيل النظام السياسي وفق نظام الأغلبية ولذلك لما انسحب السيد الصدر بإرادة المحظة بلا ضغط ولا إكراه من أحد استثمر الإطار هذه الفرصة وأعاد تشكيل النظام السياسي أو العملية السياسية وفق ما هو يريده أو ما يتمنى أما قضية الأخ الحلبوسي فكما تعلم ونعلم أن قضية الحلبوسي ارتبطت بقضية قضائية محظة دكتور خالدت جاوبني بصراحة ذا سألتك أنا وياك صريح جدا أنا وياك صريح وين يرتكن الإطار التنسيق على عناصر القوة التي يمتلكها وين قوة الإطار التنسيق الذي التهم الجميع هل يرتكن على سياسة الدهاء أم سياسة القوة أو سياسة الملفات على آخرين أو إذا ما عندك الضيفة أولا كل القوة السياسية سواء كان بالإطار أو خارج الإطار تركن إلى مجموعة من العوامل التي تحافظ من خلالها على وجودها في العملية السياسية بغض النظر عن حكم عليها قبولا أو رفضا تعتمد البعض كلها على توسيع حضورها في المراكز السياسية والإدارية في الدولة لأنه هذا يمكنها من فعلا تحقيق الكثير من أهدافها سواء كان أهداف مشروعة أو غير مشروعة الأمر الثاني ترتكز بشكل أساسي كثير من هذه القوة سواء كانت داخل الإطار أو خارج الإطار على توفير إمكانيات مالية واقتصادية تههلها لكسب أكبر عدد من الجمهور الداعم والمؤيد والمساند لها والعنصر الآخر التي تتكي عليه كل القوة سواء كان بالإطار أو خارج الإطار على وجود قوة عسكرية تستطيع من خلالها خلق نوع من التوازن بينها وبين الآخرين اللي يمتلكون قوة عسكرية تأتمر بأمرها ضمن ظروف المعقدة للواقع الأمني بالعراق أنا ملمها بطريقتي يعني المال والسلاح طريقتك شيء أنت مسؤول عن طريقتك أنا مسؤول عن طريقتي يعني أنا مسؤول عن طريقتي أكونها من خلال ما أفهمه منك أنه المال والسلاح واحدة من أهم عناصر القوة لدى الإطار التنسيقي لدى القوة الإطار ولدى غير من قوة الإطار صراحة سواء كان كل القوة الآن تفكر للأسف بإيجاد حضورها ووجودها من خلال هذه المفاهيم الثلاثة أو هذه الموارد الثلاثة اشتركوا في القناة